اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى عائل وعلى صحبي اجمعين جولة جديدة وفيديو جديد والفيديو بصراحة المرة دي مختلف تماما يا رب ان شاء الله ان هو يعجبكم احنا فين احنا في قصر المصمك او متحف المصمك بصراحة المتحف حلو جدا جدا فحبيت ان انا صوره لكم وان شاء الله كده ان انتم تروحوا تزوروا وتاخدوا الاولاد واتقضوا وقت حلو كده وخصوصا ان قداموا صحة كبيرة يقدروا يلعبوا فيها كورة يقدروا يركبوا فيها عجل او سيكل يعني المكان بصراحة متعة وكمان جايبا لكم المواعيد علشان ده لمواعيد معينة تمام زي ما احنا شايفين بقى بيحكي عن السعودية قديما وعن السعودية الاولى والسعودية التانية ومراحل بقى الاستقلال للسعودية زي ما احنا شايفين ما شاء الله المتحف روعة طبعا انا عارفة الموضوع كله وعارفة انه كان في محاولة لاسترداد السعودية كان في محاولة اولى وفي محاولة تانية وطبعا استردوها في المرحلة التانية ما كانتش في المرحلة الاولى وجايبين بقى الامراء والملوك وكمان جايبين بالنسبة للأسلحة وكمان ادوات الكتابة زي ما احنا شايفين كده دي الادوات بتاعتهم قديما دي ادوات لحفظ الحبر حاجات كده يعني تستمتعوا كده لما انتوا تشوفوها ونشوف تاريخ الناس اللي هم قابلنا صحيح انا مش من البلد بس بعتز برضو ان انا عايش فيها واريا التاريخ بتاعها بصراحة وعندي معلومات كتير عنه عن السعودية وتاريخها قديما من خلال الكتب والدراسة وانه بيبقى على الاولاد يعني بيدرسوا في مرحلة كده من مراحل المدرسة بيبقى عندهم تقريبا في صف سادس معلومات كتير عن السعودية وعن الرياض قديما وازاي كانت الحياة ومراحل بقى من ملك لملك زي ما احنا شايفين دي طبعا حاجات ادوات للحرب دي قذائف في قذائف الليها الصغيرة والكبيرة ويعني الليها احجام مختلفة طبعا على قد ما بقدر ان انا اتكلم على الموضوع باتكلم ان شاء الله يا رب ماكنش مقصرة طبعا ليه ناس والناس المختصة بتقدر تتكلم وتشرح بس المتحف حلو حلو جدا مش عارفة حسيت ان انا مبسوطة فيه الولاد كانوا مبسطين وبتفرجوا كمان على البيوت قديما في الرياض وشايفين لما كان بيبقى فيه معركة الجنود دول اللي بيحربوا شايفين كمان هنا الاسلحة برضو الاسلحة كتير جدا موجودة في المتحف لسه كنت بقول كنا مبسطين وبنشوف الرياض قديما وبنشوف الاسواق وبنشوف البيوت كمان هيقبلك في المتحف شاشة عرض يعني جايبة زي ما بقول استرداد السعودية وبتحكي بقى شاشة العرض عن كل حاجة حصلت من هنا كانت البداية شايفين برضو بنعتز بالطراص وبتعتز بالحاجات اللي حصلت قديما والناس بتاخد منها عبر الدول دي ما استقرتش وما بقاش لها مكان وكيان كده بالساهل الناس اللي قابلنا اكيد تعبوا تعبوا علشان اللي عايشين دلوقتي يرتاحوا ربنا يوفقهم يا رب وكل حافظ على بلده يا رب يبقى في امن وامان دايما يا رب جميع الشعوب المسلمة يا رب شايفين شاشة العرض شايفين الحرب هنا وهي دايرة ما بينهم يا رب كنها واضحة شايفين كمان المبنى من فوق كده بالخشب والخوص المبنى بقى القديمة يعني هو متحف طبعا شايفين عامل ازاي دا متحف المصمك كان فيه ناس وإحنا خارجين هنا بتقفوا طبعا قدام شاشة العرض وشاشة العرض هنا بتحكي كل حاجة والصوت عالي وكل حاجة كده بتستمتعه كان فيه ناس طبعا جاية من الخارج وجاية من اماكن تانية طبعا هنا دول الجنود اللي حضروا المعركة باسماءهم بمعلومات عنهم كنت لسه بقول كان فيه ناس جاية من بعيد وحبا هتدخل وكان بيقول لهم حارس المكان ان خلاص يعني اه الوقت انتهى وما يقدرش ان هو يدخلهم علشان كده انتبهت انه في مواعيد اه وجبت لكم المواعيد في اخر الفيديو وبرضو لو حابين تسألوا عنها اكتبوا لي بس في كومنت وانا احطو لكم برضو المواعيد تاني اه طبعا زي ما احنا شايفين اه طبعا مش عارفة اسمها ايه اللي هي بتبقى تتحط على الجامل دي يعني اه اه هنا برضو الملوك والامرة زي ما اقول اه بالاسماء باسماء وشرح كامل عن اه كل اه عن كل ملك هنا الملك فهد ده الملك فهد طبعا بعتذر اذا ما فيش حاجة واضحة بس انا حبيت اعطيكم يعني اه نبزة كده عن المكان المكان فين المكان عند سوق سويئة يعني انا اطزعت منه انا قلت راح اصور لكم بصراحة في سوق سويئة ده الكلام ده اه يوم الخميس ولما دخلنا المتحف وكمان اه واستمتعنا فيه ولفنا كله اه يعني اقتلعنا من المتحف قعدنا قدام المتحف في ساحة واسعة انت عارفين الناس الاولاد يعني قاعدين في الشقاء على طول فما بيصدقوا بقى يلاقي الحرية والاماكن الواسعة والقعدة اخدتنا وما صورت لكمش اي حاجة خالص فقلت انا ازل لكم برضو الفيديو ان شاء الله انتو تتحمسوا وتروحوا تغيروا جو اه روحوا مكان غير لو انتو متعودين تروحوا اه ان شاء الله انتو هتلاقوا راحة نفسية وتستمتعوا ان شاء الله بالمكان اه عايز اقول لكم في اقبال من السياح الاجانب يعني انا شفت ناس هناك كتير جدا اه المكان ما تقدراش تدخلوه غير لما يكون معكم حد كبير يعني لو واحدة ست الوحدة مش هتدخل خلي بالكم اه لازم يكون معاها حد كبير زي ما احنا شايفين هنا دي طبنجة ايطالي طبنجة ايطالي كل سلاح مكتوب عليه المواصفات ده ارن اه ارن بارد اه فيه برضو نوع تاني برضو مكتوب عليه ارن زي ما احنا شايفين كده شاك واحد صغير واحد كبير اه برضو عندنا هنا البندقية زي ما احنا شايفين ازي بتاعهم قديما برضو ده مجسم طالعين كده على مجسم اه اه خاص برضو بالا بالمملكة كلها شايفين المباني بحب المباني الاديمة والاجواء و بصراحة حلو يعني بقولكو استمتعنا فيه يعني اه 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 انا رايحة اصور ان انا اختص بس بالمكان ده يعني معناها ان هو شديني وشد الولاد وان احنا استمتعنا فيه يعني اه ركزوا بقى في المباني ركزوا في المباني والناس والاجواء زمان شايفين ده شارع ده شارع والناس ماشية فيه ودي البيوت كانت زمان شايفين عاملة ازاي ركزوا ركزوا شايفين ماشاء الله البساطة البساطة ويعني كنا 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 تشوفي الناس اللي من زمان كانوا عايشين ازاي وانت واحنا عايشين ازاي دلوقتي يعني تقولوا الحمد لله واحنا ايامنا حلوة حلوة قوي المهم ان الناس تبقى حاسة حاسة بالرضى وحاسة بالنعمة اللي هي فيها اللي قابلنا اكيد عانوا عانوا كتير يعني عندنا كل حاجة عندنا التكنولوجيا عندنا كل حاجة ومع ذلك برضو الناس دايما تشتكي يعني نحمد ربنا والله في كل حاجة شاشة العرض هي نفس الشاشة يعني عايز اقول لك الشاشات كلها بيجيب نفس اللقطة بس بتغير من اللقطة دي اللقطة دي بيجيب لك الشارع كان ازاي الناس كانت ازاي ده طبعا مجسم لمتحف المصمك ده للمتحف نفسه المتحف او القصر معلاش مش عايزة لغبط في حاجة اتوقع ده القصر مش عايزة لغبط في حاجة الا برضو عارف يعني اهل البلد عارفين عني اكيد اكيد هنشوف برضو الاواني وهنشوف المخسلة وهنشوف اواني الطهي شايفين اه عندك دي الحفظ المية اه دي الغرفة دي فيها سلم يا جماعة شايفين من فوق برضو اه معمولة من الشجر من فوق اه وده سلم وعلى فكرة السلم سابت ده سلم وسابت هجيبه لكم برضو كله كده شايفين السلم ده سابت يعني مش بيشتال ويتركب وكده الحرس واقف اصلا عاي يعني مستني لما انا اخلص لقيني مطولة وعايز يقفل المكان فمنتظر وانا بقى مستيبة حاجة انتوا عارفين طبعا يا رب كده ان انتوا تشوفوا الفيديو وشجعوا شجعوا في ناس ما ما تعرفش اماكن زي كده وبتبقى عايز اتغير جو اه زي ما بقول لكم الناس جيالوا من بعيد وفي سياح اه شجعوا كده وحطولي لايك اه من من الاواني بتاعتهم اواني الطه اه يمكن اللي عدى ده كانوا مثلا بيحطوا عليه الاكل واكيد اكيد كانوا بيحطوا عليه الاكل ده كده اه كانوا بيطبخوا فيه الاناء ده كده كانوا بيطبخوا فيه اه برضو عندنا هنا الملوك لا دول الامرة زي ما احنا شايفين كده اصحاب السمو الملكي ومراء الرياض ده مجسم كبير برضو اه مجسم كبير للمدينة الرياض تقريبا اه لمدينة الرياض مجسم لمدينة الرياض التاريخية شايفين مجسم لمدينة الرياض فيه غرف كمان على فكرة انا مدخلتهاش يعني خلاص بقى يعني خرجت بس لسه الباقي باقي الفيديو فيه 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 المخسلة وفيه حاجات كده لسه في في الفيديو ان شاء الله انها تعجبكم شايفين اه شاشات العرض بقى جايبها يعني الحياة قديما شايفين بيوت كانت عاملة ازاي شايفين البساطة على فكرة البساطة دي كانت موجودة في كل الدول يعني هو ده حال الناس اه يعني زمان يعني شايفين شايفين بيوت كانت عاملة ازاي احنا عندنا في مصر كان فيه كده برضو ده سوق يا جامعة ده سوق الرياض سوق الرياض شايفين السيارة كان فيه سيارة شايفين احد الاسواق برضو ده سوق انا مركزة في الصور على فكرة يعني كان لسه بشوفها اول مرة مركزة فيها خالص يعني حاجات بكتشفها كده بيعملوا ايه بيقروا ولا بيبيعوا كتب او بيعملوا ايه ده ومش عارفه شايفين الناس ما شاء الله شايفين من عدد كان كبير البيوت كلها طبعا من من الطين شايفين بيعمل ايه بيحلق له ده ولا بيعمل له ايه مش عارف بركزه اه اسمه ايه والشكله حلاء مش مش شايفين انا مقربا لكم من الصور عشان تشوفوها ازاي وتستمتعوا بيها يا الله وديتكم المتحف وانتوا قاعدين مكانكم اه من اه الادوات الحربية طبعا دي كانت ايه ده مدفع ده مدفع دبير على فكرة دبير برضو بس مغطيينه دبير شايفين في اطفال هنا بيتفرقوا اه دي مغاسل دي مغاسل اه او ان هم بيحفظوا فيها الماء هجيب لكم برضو نقرأ المكتوب احواض مغاسل قرو احواض من الحجر تستخدم لحفظ ماء الشرب احواض لماء الشرب مش للمخسلة ان هم كان بيحفظوا فيها لحفظ ماء الشرب كده وانحنا خارجين انا كده خارجة طبعا المكان كبير كبير جدا في غرف انا ما دخلتهاش زي ما بقول اه دي كده اه جلسة وهتقابلكو في الاول خالص وانتو داخلين صورتها وانا دخلها بس ما ركزتش عليها جيت وانا خارجة مصورها شايفين عندك الترامز بتاعتهم زمان حكت القهوة كلها شايفين عاملة ازاي اه شوفوا الموعيد من الاحد للخميس الساعة تمانية من تمانية لتسعة اه يوم الجمعة الساعة اربعة من اربعة لتمانية اشوفكم على خير في فيديو جديد ما تنسونيش حطوا لي اللايك اشتركوا في القناة